السلام عليكم معكم انا مكتب عزديد واليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من سيربر فيبر كرافت بحلقة اليوم راح نيجي نعمل الوذر سكيلتون فارم يا جماعة واخيرا اه اقدرت اني اغطي القلعة بالكامل ظلتني اغطيها خلف الكواليس وحاليا بس خلصت التغطية تبعتها ايجا وقت شرح الفارم وبناء الفارم انت شو ما والله القاس يا جماعة هيجلطوني وانا قاعد عم بشتغل على الفارم في خمسة قاس هسا هاجموا علي وكانوا حيفجروا القلعة كامل المهم زي ما انتم شايفين انا مغطي كل القلعة بس ما غطيت المناطق هذه اللي هي القريبة من القلعة يعني راح يكون في رسمانة قليلة يعني وان شايفين رسمان القليلة اللي هون فمش مشكلة يعني ما راح يتأثر يعني بالنهاية هما بلايز اللي قاعدين يرةبنو اما الوoothر السكليتون مو قاعد اشوف ولا واحد مرسم صراحة لو شوفت لي و Innenسكليتون مرسم برا القلعة يعني مثلا هون ممكن اني ابلش اني اغطي المناطق اللي جنب القلعة هيك يعني فالمهم كبداية غطيت المناطق اللي جوه القلعة مثل ما تشايفين بالاسلابات وما في ولا وحش مرسب فيها والمهم حاليا يا جماعة اخترت هذا المكان عشان نبلش نشتغل فيه طبعا ليش انا اخترت هذا المكان لانه مثل ما تشايفين من تحت ما في ولا اشي يعني من تحت تلاقوا فراغ واللي هو هذا التقاطع الاربع شوارع ولا شو سموا ما ذولي الاربع طرقات يعني هذول اللي جايين زي هيك تروح على النص تبعهم اتأكد انه اللي بالنص ما في اشي تحده يعني مثل ما تشايفين هاي المكان هيك فاضي فانيقدر ناخد راحتنا في البناء ويفضل يفضل انها تكون بفوق اللافة القلعة يعني اللي اكتبني عليها عشان الرصبانة تكون اقوى بكثير يعني فما رح يرصبنوا جوه اللابة يعني الوذر اسكريتو فالمهم حاليا عشان نبدأ الفارم هذه هي الموارد يلي نحتاجها مثل ما انتو شايفين وقفوا الفيديو انسخوا كل الموارد هذي او يعني اعملوا سكرينشوت وجهزوها طيب حاليا خلوني احط كل الاغراض تبعتي هوني عشان يعني ما اظلني انزلهم الانفنتوري وهيك يعني عشان ناخذ راحتنا في الشغل يا جماعة فحاليا بدنا نيجي ناخذ اول اشي اللي هما لقراس هذولي خلينا نيجي ناخذهم يا جماعة وبعدين نروح على المكان اللي اختارناه طبعا احنا لازم نختار هذا المكان ما تختاروا غيره بالمرة فنيجي نكسر اللي بالنص ونكسر هذه المنطقة بالكامل يعني بس لازم حاليا نبلش من النص يا جماعة فنيجي نكسر القراس اللي هون فهاي هذا هو النص نيجي نحط لنا اي نوع بلوكات يعني مثلا هاي هون بلوكات خشب مثلا فبعد ما اخترنا المكان اللي في النص حاليا نبلش نكسر تسع بلوكات من كل جهة لازم نروح يعني من اربع جهات تسع بلوكات فحاليا هاي بلوكتين هاي ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة ونيجي بعدين نغطيها بالقراس عليين بعد ما رحنا تسع بلوكات من كل جهة بدنا نيجي نعملها مربع كبير يعني نغطيه بالكامل عشان يصير مربع كبير من القراس اشتركوا في القناة اوكي يا جماع حاليا بعد ما عملنا هذو المربع اللي حرصبنه فياته الويذر سكيلتون رح نيجي ونكسر بلوكة الخشب ونحولها لبلوكة يعني عشان تشكلها احسن وبرضو بلوكة الخشب رح تنحرق لو صار فيه نار بالنظر وهيك فايب رح عليا يا جماع بدنا نيجي نحط الزر هون عشان ما يرصبن عليه اي وذر سكيلتون وبعدين نيجي انكسر هذه المنطقة يعني حوالين الزر وبعدين نيجي نكسر برضو هون عشان بنا نعمل يعني المكان اللي بنكتل فيهم الويذر سكيلتون تحت عند اللابة اوكي بعد ما كسرنا هذو المنطقة نيجي نطلع بلوكة من هون ونحط حوالين هذو البلوكة اللي هم تراب دور عادي اي نوع تراب دور بعدين نيجي نحط اي نوع بلوكات بدنا اياه من هون ونيجي نعمل درج زي هيك يا جماعة وبدنا حاليا نروح نجيب اللي هو بيقلن عشان البيقلن هو اللي رح يجو يهجموا عليه الويذر سكيلتون لانه الويذر سكيلتون لما يجو يشوفوا البيقلن رح يهجموا عليه وبعدين رح نعمل لهم حفرة عشان يوقعوا بالحفرة ونقدر نكتلهم انا كأني قبل شوية شوفت بيقلن هيو يا سلام تعال او هاي واحد ثاني مش مشكلة او ضي ابو البو يا جماعة لات جيبوا ابو البو لانه بيقدر يضربهم جيبوا اللي معاه السيف احسن لانه ما رح يقدر يدمج الويذر سكيلتون فهاي هون ابو السيف تعال يا حبيبي تعال الو علم ابو الشباب اوكي شافني شافني خلينا نهرب ونخلي يلحقنا عشان لما نوصل على المنطقة اه نقدر انه نحبي سوق بين اوكي حاليا اخيرا يا جماعة قدرت اجيب اللي هو البيقلن فخليني حاليا نطلع لهون يا حبيبي رصبا الويذر سكيلتون طب دقيقة خلينا نجلو دو وبدناش الويذر سكيلتون ايوة كفو والله انك اسطورة ساعدني نيجي نحط لطراب دور وندفع 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 ايوة خلاص يا سلام حاليا خلصنا من مهمة البيقلن فهيك نقدر نكسر المنطقة هذي وبعدين بدنا نيجي اه نطلع بلوكتين او بلوكة واحدة زي هيك لا 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 لازم تيجي هون البلوكة ونحط فوقي اللي هو الستون بريكس وول او اي نوع وول بدكم اياه وحاليا هيك البيقلن ما بيقدر يهرب بالمرة وعشان نضمن انه مستحيل يختفي رح نيجي نعمل له نيمتاج ونسميها لايك مثلا حطوا لايك يا جماعة ضروري تحطوا لايك حاليا نعطيه اللي هو النيمتاج وهيك مستحيل انه يختفي وبرضه لانه لطراب دور موجود الويذر سكيلتون مستحيل انه يضربه طيب حاليا يا جماعة بعد ما حبسنا البيقلن نيجي نحفر من هون بلوكة بلوكتين ثلاثة وبرضه نفس الحكي هون طلع هذا الغبي نيجي حاليا نحط هون بلوكة غلاس وبعدين نيجي ونحط للطراب دور من هون من هذا الاتجاه عشان لما نفتحوا يكون من هون يعني يفتح عشان لما يجي وهو الويذر سكيلتون يوقع nie drop البيقلن باي طريقا حاول نبعد الويذر سكيلتون عن razem يا جماعة واحدين نيجي نحط طراب دور من هون ونفتحه كمان عشان برضو يحسبوها بلوكة يعني الويذر سكيلتون يحسبوها بلوكة ويوقعوا ولتحت نيجي بعدين نحط هون بلوكة وهون بلوكة وبعدين نيجي نحط هون tense وهون fence اوكي يا جماعة حاليا لازم يكون معاكم بس قبل ما نيجي نحط الساند لازم نكسر هذه انا حطيتها بالغلق. عذا انتيجوا اه تحطوا الساند هون عشان الساند يوقع لتحت وتقدروا تبنوا برج من الساند عشان نقدر نشتغل ايه كويس يا حبيبي. اوكي حاليا يا جماعة بعد ما عملت اللي هو برج الساند هذا نيجي ببلش نكسر فيه وننزل اه بلوكة بلوكة يعني عشان نقدر نبني اللي هو النزلة. بدنا نعمل النزلة من ومن اه اي نوع بلوكات يعني من اللي جبناها. فنيجي من هون نحط بلوكة ونخليها تنزل ونيجي من هون نحط طبعا حننزل تقريبا اثنين وعشرين بلوكة لتحت عشان لما يوقع يظل عنده نزل قلب واول ما نضربه يموت يا جماعة. فحاليا بدنا ننزل من هون ثنسات واثنين وعشرين بلوكة ومن هون بلوكات اثنين وعشرين بلوكة. اوكي بعد ما خلصنا يا جماعة اللي هو المكان اللي راح يوقع فيه تيجوا تحطوا تحت بعد الاثنين وعشرين بلوكة وبعدين تطلعوا هون وتحطوا ترابدور ايه على هذا الاتجاه مش هون يا جماعة تحطوه على هذا الاتجاه على هذه البلوكة. طبعا انا عملت ثنتين يعني لانه ممكن وذر اسكليتون يجي يعلق هون وما ينتبهش انه فيه هون مكان يعني انتو عارفين الوذر اسكليتون مشطوب. اعمل الثنتين عشان يوقعوا كميتين من الوذر اسكليتون. حاليا يا جماعة راح نيجي ننزل تحت وان شاء الله عندي بلوكات كافية. نيجي ننزل زي هيك. وبعدين اه نعمل بلوكات ومكان اللي بنا نكتل فيه الوذر اسكليتون ومكان صنضيق وهذه الاشياء. حاليا بعد ما عملت هذا المكان اللي هون نيجي نحط الاسلابات بهذا الشكل حوالين دقيقة انا استعجلت شوي لما حطيت الاسلابات. طيب مش مشكلة نكسر الاسلابات اللي هون بس اللي هون يعني. بعدين نيجي نحط صندوق من هون. او كنا نعملهم دبل تشيستي حبيب. ونكسر الاسلاب اللي هون كمان عشان نقدر نحط الهوبر وحاليا نرجع البلوكات يعني ما في اي مشكلة. وبعدين نيجي نحط هوبر من هون وهوبر من هون يعني عشان نخليهم كلهم على تشيست واحد احسن اشي بيجدعي لكل واحد تشيست خاص ويكب. عليين اي وذر سكيلتون بوقع. بيجي بوقع هون بضلله نزقالب. بنضرب وضرب اغراض كلها بتوقع في هذا الصندوق. وبرضه هون نفس الحكي اغراض هو راح توقع بهذا الصندوق. عليين نضايل عنا خطوة اخيرة واللي هي الوذر روز اللي جيبناها في الحلقة الماضية. عليين نجي نعمل الوذر روز اه بهذا الشكل نعب لقراس كلياته وذر روز عشان ما يرسبن غير الوذر سكيلتون. يعني بدناش لا ولا 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 بلايز ولا اي مو بي رسبن. بس بدنا الوذر سكيلتون يا لي رسبن في البلاتفورم هذه. اوكي حاليا بعد معبيت المنطقة من الوذر روز خلص هيك تقدروا تقولوا خلصنا الفارم بس بدنا نروح مكان شوي بعيد عشان نشوف كيف الرسبة نصارت فحاليا يا جماعة هذه الاغراض هلونا نبلش نكسرها. طبعا جبت انا اغراض اللي هم الباور والريل وهذه الامور. عشان اذا احنا مثلا طرينا ننقل بالريل وهذه الاشياء. يكون معنا جاهز وهيك يعني. بس احنا الحمد لله ما طرينا فمش مشكلة يعني. المهم انتوا لازم تكونوا جايبين هم للاحطيات لانه الاول مثلا نعلق بين البلوكات وهيك تحاولوا تشيلوه بالريلز والماين كار. فحاليا خلونا نيجي ننزل تحت وان شاء الله انه يقدر يرسبن من تحت يا حبيبي انتوا شو بتكو هذول ايوان في هون وحوش هيصيروا يرسبن وممتاز. طيب عشان نخلي الوحوش ما يرسبنو ان يجي نعبي هذي المنطقة من الاسلابات عشان ولا وحش يرسبنو نوقض راحتنا في الشغل. جماعة الوذر سكلتن وقعوا طبعا انا حاليا كنت موقف التصوير. اه للاسف ما صورتلك الكمية اللي وقعت. يا رب حاليا يوقع عشان اوارجيكم الكمية اللي وقعت. بس المشكلة لما وقعوا اجوا ماتوا. طب ليش? مكتوب في الشريح انه اثنين وعشرين بلوكة طيب. ليش يعني حاليا بيموتوا? طب اجري مثلا احط هون اسلاب. ممكن ما يموتوا. وبس ده اروح مكان هيك بعيد على السريع. اه اوكي هذا الراس اللي جبته فكرته الموب نفسه. علينا المفروض انهم يرسبنوا ايوا مثل ما تشايفين رسبنو. اوكي هم وقعوا هون. تمام بس عم بيموتوا. ليش? اخوان بالشرح مكتوب انزل اثنين وعشرين بلوكة. طب ليش حاليا لما انزلنا اثنين وعشرين بلوكة ما ضبط? والمشكلة اذا رفعنا اسلاب لفوق ما رح توقع الاغراض جوه الهبر فهون مشكلة كبيرة صراحة. طيب مش مشكلة حاليا ده اعرف باي طريقة كم البلوكات المطلوبة. في رب حاليا فيه يوقع يا جماعة عشان نشوف اه اذا حيموت او لا. اوكي الحمد الله يا جماعة قدرت اعرف الارتفاع الصح طبعا مثل ما تشايفين. انا نزلت اثنين وعشرين بلوكة بعدين نزلت بلوكتين عشان احط بس انت لازم تحط على اللي هي رقم اثنين وعشرين. بس انا نزلت على بلوكة رقم اربعة وعشرين يعني. فانا زودت بلوكات من عندي. ولكن ما في اي مشكلة حاليا الرصبنا مثل ما تشايفين. كثير خرافية. خلونا حاليا نيجي ننزل ونشوف اذا في ما فيه. المهم يعني لسه هذه اول تجربة يعني احنا لسه ما افكنا يا جماعة. فحاليا لازم اني افك ضروري افك. عشان نجمع كمية مش طبيعية. عشان نافك يا جماعة خلونا نطلع ميتة بلوكة من هون او مش شرط ميتة بلوكة يمكن خمسين بلوكة كافية. فراح اجي اطلع خمسين بلوكة وعشان اعمل لي غرفة صغيرة افك فيها عشان الويذر سكليتون يرسبنه بشكل مش طبيعي. وهيك يا جماعة تقدروا تقولوا الفارم صارت مية بالمية حاليا نطلع بقريبا خمسين بلوكة وهي الوحوش قاعدين عم بيرسبنوا الويذر سكليتون. فالويذر بس خلوني حاليا ننزل اشوف كم كمية الرسبنة اللي اجت حاليا نشوف ثلاثة لما بلشت التصوير. اوكي ما في غيرهم حلو. بس يا رب ما يعملوا دسبون. دقيقة هاي واحد خلينا نذبحو. الثانية انا شفت ثلاثة. في واحد رايح اختفى. والله شكلهم يا جماعة بيعملوا دسبون عفكر مش عارف. المهم يا جماعة راح اقفق حاليا لفترة عشان اشوف الرسبنة وكمية الرؤوسي اللي راح تطلع لي وراح ارجع لكم. اوكي يا جماعة حاليا ارجعت لكم بعد تأفيق تقريبا خمس دقائق الصراحة. فيب كنت كل شوي اروح اكتل الوذر سكيليتون وبعدين ارجع. فحاليا افاكت دقيقة زيادة وهذه الكمية اللي كانت موجودة في دقيقة يعني رصبا هذول في دقيقة. فيب. هلونا حاليا نيجي نقتلهم. فا اوكي الو في لاق في السيرفر كفو. طيب نيجي نقتل هذول يا كمان. فيب طبعا عملت تغييرات خفيفة شوي بالفارم واللي هي هذي يعني عشان القاس صار يضربني. ويفجر المنطقة فيجيت غطيت المنطقة زي هيك. وبرضو بدلت السول ساند بالاسلاب ستون لانه السول ساند بتغطي على الهبر. فالهبر ما بقدر انه ياخذ الاغرار. فقالوا يا مستعدين تشوفوا قد تجماعة رؤوس بخمس دقائق بس طبعا روحت غطيت المنطقة. افقت لي دقيقة وما شفت ولا واحد برصب. فغطيت المنطقة شوي من هون. وبدأ اكمل ان شاء الله خلف الكواليس. بس لما غطيت هذل المكان كلياته الصراحة صارت الرصبنة مش طبيعية. فكيف لما اغطي المكان الباقي. فشوفوا لازم تغطوا المكان. طلع اشي كثير مهم. انا بفكره هيك بس حكي فاضي. اوهيني انا قاعد عم بحكي شوفوا كم واحد رصبن. يا ساتر. اوكي يلا خلونا نذبحهم. وبدأ اشوف هلا كم رأس رح يعطوني. يا رب يعطوني رؤوس كثيرة. يلا ابلع يا حبيب. يلا مساعدين نشوف كم رأس دقائق يعني. فوالله الفارم خرافية الصراحة. بس المشكلة لو اني مغطي المكان اكثر كان الرصبنة كانت احسن يعني. طبعا ليش الرصبنة ضعيفة يعني وهيك. لانه في موبس ثانين مرصبنين. فلما يكون في موبس ثانين مرصبنين وقت الرصبنة هون راح تأثر يعني. فلما اغطي المنطقة كاملة ما في ولا موب راح يرصبن غير الوذر سكيلتون. هاي مثل ما انتو شايفين بلشوا يرصبنوا. فوالله كثير خرافي. خلينا نكتلهم بنشوف هل بعطوني راس زيادة او لا. ابلع يا حبيبي. ابلع وابلع اوكي. ما في ولا واحد رمى اشي بره. اوكي ما اعطونيش راس. يلا مبين حظي صير حلو. فالمهم برضو اكتشفت انه لازم اقفك هون الصراحة احسن. اه لانه لما اقفك فوق بحس انه ما راح يرصبن كويس. مش عارف يعني انا هيك احساس من عندي. فالمهم حاليا وهيني لساتني وانا قاعد بحكي معاك وطلعوا قديش عم برصبنه. فوالله صراحة الرصبن خرافية يا جماعة. وشوفوا يا جماعة اي حدا ما فهم على الشرح تابعي. اكتبوا لي تحت في التعليقات. عشان ممكن ارجع اشرح لكم الفارم بالكرياتيب او هيك يعني. فيب. او اللي ما فهم الشرح راح احط لكم رابط قناة الشخص اللي اخذت منه الشرح. وروحوا انقلوا منه الشرح مية بالمية. لانه انا شوفوا انسان بيعرفش يشرح تمام? انا بس بشوف الشرح في اليوتيوب بقعد انقل فيه وهيك وحتى بعرفش اسوله فوانا بشرة. فالمهم انا مش شغل شروحات الصراحة. فاذا بدكم الشرح الاصلي هاي راح تلاقوا رابط الشرح تحت في التعليقات. او الاصاح تحت في الوصف مش في التعليقات. فبتنزلوا تحت على الوصف وراح تلاقوا رابط الشرح. فالمهم خلونا ناخد اه تسع روس راح اخلي راس ولا راح اخذهم كلهم مش غلط يعني. فراح حاليا اروح اكتول لي الثلاثة هدول بدي اورجيكم طريقة كثير خرافية وسهلة عشان تكتلوا الوذر سكيلتون. طبعا خلونا حاليا نيجي ناخد اللي هو اه تقريبا خمسة عشر كثير كويس. فحاليا دروح يا جماعة على الاند عشان الطريقة اللي بنا نكتل فيها الوذر سكيلتون راح تكون في الاند. اوكي حاليا يا جماعة وصلت على الاند فعلى طول بتروحوا على البوابة هذة اللي بترجعكوا على العالم العادي بتنزلوا من تحت هون وبتلاقوا هذة المنطقة. فمثل ما تشايفين راح تلاقوا هون ستون فراح نيجي نحط السول ساند فوق ستون وبعدين الرسبن الوذر زي هيك يا جماعة. فراح يضلوا الوذر معلق عند البدرو وما راح يقدر يطلع وما راح يقدر يفجر اي اشي ولا حتى انه يدمجني. حتى انه زي الاهبر راح يدمج حاله هسا بورجيكم. ايو يا جماعة شايفين عم بدمج حاله مش طوب هالوذر سكيلتون بس احنا حاليا عشان مستعجيلين شوي راح نيجي نكتله ونختصر على حالنا وقت. فحاليا هيا اخر ضربة وهي مات واعطاني نذر ستار واعطاني اللي هو راسه ال اه مع هذا الراس الازرق بعرف شو اسمه. فخلونا حاليا نرسبن الثاني ونرسبن الثالث بعدين نروح يا جماعة ونعبي محل البيكونات لانه ناقصنا ثلاث بيكونات. اوكي هاي الثاني ذبحنا وضايا للثالث والاخير. وهكي جماعة بكون قدالة ثلاثة فخلونا حاليا نرجع على المنطقة تبعتنا يا رب يرسبنني على المنطقة. اوكي حلو رسبنني في بيتي. فحاليا بدي اجيب اللي هو اجيب يا رب عندي انا متذكر جماعت بس مش عارف وين وديته. اوكي حاليا هيني لقيت في السرنطيق حاليا نضاي للي والمشكلة ما عندي غير هاي الحبة. انا متأكد اني مو مجمع بس انا متذكر انه في مجموعة خليناها فحاليا نروح على عشان اجيب هذه المجموعة ونعمل فيها ثلاث بيكونات تحاليا يا جماعة hy bike. الحاليا اجيبت فخلونا نصنع ثلاث بيكونات وهي البيكون الاول والبيكون الثاني والبيكون الثالث. هي حاليا يا جماعة محلي بيكونات صار مليان لنشوف اذا في حد اشترى. والله ما حدا اشترت. وانا اللي باحكي هذا المحل حيجيب لي دايمندو حركات طلع ما حدا اشبيشتري. موا الله كالنا هو. صراحا اذا ما حدا اشب resume رح ابط ضع من محلات في طيب حاليا خلونا اشيك على باقي المحلات عنا حاليا محل اللي هو اوكي والله في حدا مشتري حلو حلو عنا محل النذر فخلونا حاليا نيجي نشوف قديش يا ساتر استاك كوفو اخيرا يا جماعة والله خرافي اول مرة في حياتي بجيب استاك من محل والله ممتاز بس حاليا ناقص اني اعب المحل هوني هوني ما بده تعب يا بصضايل هوني تقريبا اربع حبات زيادة ما اتوقع انه عندي للأسف حاليا ما عندي اذا رأيت فممكن اجمع خلب الكواليس واعب المحل اوكي خلونا حاليا نروح على المودرن يا سلام في محلات جديدة يا جماعة اوكي خلونا نشوف المحل هذا عنا محل اللي هو الكوارس هذي اطبقى اوكي محل الكوارس طبع احمد اه مش معبل اوكي والله معبيه كويس كويس السعر الممتاز الصراحة ممكن نشتري منه لبعدين وعنا حاليا هذا محل بلوكاتر ستون تبع الدكتور طبعا انا ساعدته في التصميم يعني فخلونا بس نشوف الاسعار انا ما شفت الاسعار عنده اوكي اه هو بكتب لي يعني استاكين من الاشياء المكتوبة هون حقها دايموند استاك من الاشياء المكتوبة هون حقها دايموند حلو حلو والله ممتاز وبصراحة في عنده اشياء خرافية وحركات ريتستونية فممكن نشتري منه بالمستقبل عنا حاليا محل البمكين هذا على ما اتوقع لأورجن فخلونا حاليا نيجي نشوف الاسعار اوكي والله المحل فلس لا والله هيه هون بتتبيعه اوكي حلو حلو بس والله تصميم المحل كثير خرافي يعني ساحر وحركات فا يب بس محل الشو اسم الماكدونالز احلى محل في المودرة بس خلونا نشوف احلى محل اذا بيجيبها رباحة ولا فا يلا بسم الله اوكي ثمانية دايموند والله لاتس جو علو يا جماعة اوكي انا لازم عبي المحل صراحة يعني لهلا ما عبيت السنديق كاملة مشكلة اني قاعد عم بجمع لسه دجاج وهيك فلسه ما جمع الكمية كبيرة وبرضه سعر الدجاج بدي اخليه ون ستاك ون دايموند لانه ون ستاك دو دايموند نفس سعر اللي هو محل احمد اللي هو تبع اللحم وطبعا مين احسن محل اللحم ليش لانه عم بعطي اللي هو اربعة هنقر ولا عم بزيد اربعة هنقر اما الدجاج بزيد ثلاثة هنقر فمش منطق يكونوا الاثنين نفس السعر عشان اخلي الشباب يشتروا من محل الدجاج اكثر راح اخفض السعر ون ستاك لون دايموند اشوفوا بما انه اليوم قبضنا خلونا بس نشتري بالاربع طعش دايموند هذول بدي اشتري فيهم فاير وورد والستاك دايموند هذول الباقيين بدي اروح اعمل فيهم تحدي ضد العضل الجديد اللي هو حمزة بس اكيد ما راح نصرف كل الدايموند بهذا الحلقة يعني محتاجينها للحلقات الجاية. يا جماعة حالين رجعنا مع الاسطورة حمزة يا جماعة شوفوا شوفوا لا تفشلوني قدامه قناته تحت في الوصف واصلوه 300 مشترك تمام? احب دقونا تحت ولا تصونا اللايك والله تكم العافية صراحة ويا. يب 300 مشترك انا قولت انا مش لقيه صفر مشترك اصلا 300 محا شوف 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 هاي اللعبة احلى لعبة بالسيرفر انصحك كل مرة تلعبها تمام شوف شوف كمية الرؤوس هنا. ياب ياب خرافية لعبناها كثير فكرة اللعبة هذي متاهة الموت منيجي منشفت احنا داخلين لازم يكون مشفتين واذا بشوفك بدي اكتله طبعا انت بضربة راح تموت عارفت كيف لانه راح تكون نص قلب طبعا راح نطلع هون واندمج حالنا الين منصير نص قلب ورح ندخل بنص قلب ونكتل بعض. تمام? اه فهمت 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 ياب ياب يعني حط حين كلها قاضية في الشوركاي صح? مو بشوركاي فيهم صناديق لو بدك يعني صناديق جاهز. شوف انت كم معك دايموند? دايموند? ايوان. تقيبا اه تقيبا 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 اثناشر حبة او عشر حبة زي كذا. ايوان لا خالص خالص اذا هيك طيب شوف راح نغير التحدي. اذا انت بتفوز علي ثلاث مرات فيها. راح اعطيك عشرة دايمون تمام? ايوان. اوكي تفقنا? طيب يلا خلونا حاليا يا جماعة اني جي ننزل اغراضنا في السنديق طبعا يعني ما تسرقش اغراضي ها? ها? ايوان. يعني عادي اخلي اي لون من هالالوان هادي? خد اي لون عادي راح ندخل واحنا مش شفتين يعني مش حنعرف اه وين احنا بالضبط. يلا حاليا اختار للك لون انا بدي اختار الاصفر يلا لاتس جو. شفت ها لازم تعمل شفت انت ها? ايوان اذا بتضربني بتفوز اذا انا بضربك انا بفوز. يلا شفت شفت. يلا. يلا ثري تو ون. اين انت? انا في الحالة. شوف انا قلتلك تقتلني ثلاث مرة? يا حبيبي يا حبي. بكانسل التحدي انا يا شباب لايك شير سبسكراي. اوكي. انا الحن يعني اعيد ودا كيف? لا خلص قتلت نهاية اول نقطة لك. لا يعني اعيد يعني تم في نفس الهذا في نفس الهذا انت حر عادي بدك تغير تغير عادي مش مشكلة. بس يلا جي جي. اي يا جماعة واحس صفر لحمزة كفو. يلا حاليا يا جماعة انا بدي اختار اللون اللي هو الاحمر يلا. جاهز. شفت ها شف شف شف. اكيد اكيد. ثري اشف. هيا لنذهب. انا حاجز. انا خائف فاجح هيك يكون متخبي زي قبل شوي. اوه انا فعلا يا عرر ريبي انا فيها صبر وانا فيها صبر وزحي يعني. يا عرر ريساه اوه اي اوه اي انا يالله اي واحد واحد ابلعب لهاي راسك هون يالله تعالد يالله ارجع اسا اركض عشان تصير نزكل اوكي حاليا يا جماعة رح نلعب اخر راوند وياللي بيفوز فياتو راح يفوز في التحدي فايب حاليا انا اخترت اللون الاخضر يالله جاهز يالله جاهز انا اخترت البربل يا اخوان يالله ثري بربل مين ازرق اض صح اه ازرق مش بربل ثري ثو وون لتش جو لتش جو يافت خب هون لا لا انسا ذكر ها االله انت يفرد ها ايي واسر بقلي اسر بقلي او ما يا جو هش proceedings هالịch ايه انا علمك هلا كلها لعبة بنمزح معاك لا ما ابي راسي شوفوا شوفوا لي هان هذا راسك شوفوا هنا اشلح اشلح راسي اشلح تعاوين راسك وين راسك تعالتا والله كني خروف السلام عليكم معكم حمزة مقطع جديد يا شباب اليوم رح نلعب مع نويان خدع معك طيابة آت نين وشين هل كنت تعلم أن القتلى في النار عندك بالصغير يجي ينام معك خدع معك بيان مقطع شو قصدك تعال شو قصدك شو قصدك شو قصدك وين السيف تابع استنى وين السيف ابشر ابشر لك تتحداني ها تتحداني بلاعبة انت قاعد تعال تعال ابلع تعال يا اخي لا ته تعال انت اتفهم معاك شو ما لك يا الخدع الماينيكرافتي مش عشبتك الخدع الماينيكرافتي يا ها ابلع يلا جي جي مسكين ما ربح دايما يعودنا الله ان شاء الله انا ابي همي كيف ما ابغاها منك يا ايوان شو قصدك مش عاجبك دايما تابعيه لا لا مزح الله يعز السايقة ان شاء الله ان شاء الله ايوان شو قصدك اللي جاي تابعتك طبعا هذي الهدية مش رح تكون اي هدية يعني هيك اجي اعطيه دايما منذ حركات ووقية مثل ما تشوفين هذه هي الهدية كاتب لو بس مش هيك هيك هيكون نظام الهدية رح اجي احط له تي انتي انا طبعا فالمهم يا جماعة رح نيجي نبنيله زي هيك مثلا عساس انه الصندوق الهدايا بيعرفين كيف بيجي شكل الهدية صندوق والا كرتونة على شكل مربع صغير وحركات فايب حاليا خلونا نيجي ندخل جوا وبعدين نيجي نحط له الشولكر هوني تمام بعدين نيجي نغطيه بالابسيديا عشان الشولكر ما يروح من التفجير يعني وبعدين نيجي نحط حب تي انتي هوني وبعدين نيجي نطلع زي هيك يا جماعة او لا لا ما رح احط حب تي انتي هسا لانه اذا طلعت وحطيت بلوكة هوني رح يتفعل تي انتي ويتفجر المكان فخلونا حاليا نيجي زي هيك وعساس انه هوني حب تي انتي ونيجي هوني نحط بلوكة او لا لازم العكس اتوقع يب 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 يا جماعة لازم نيجي نعملها بالعكس فحاليا اي حدا بحط بلوكة او بيكسرها التي انتي اللي هون رح يتفعل يا جماعة فنيجي ندخل من هذي الجهة عشان ما نفجر التي انتي ونيجي نحط حب تي انتي هوني بنرجع نسكر المكان وراح اكسر اللي شوية خشب عشان اعمل لوحات واكتب له كفت فروم نويان وهذه الاشياء واحكيلو يكسرها من هذي المكان اللي عليل覓ربر عشان لو كسرها من مكان ثاني تي انتي ما رح يتفعل فايب المهم نيجي نعمله زي هيك مثلا ونخليه انه يؤشر على هذي المنطقة ونكتب له break here يعني انه كسر هونه هذه البلوكة لازم اتكسرها وبرضو نفس الحكي نيجي نعمل له زي هيك ونكتب له break here ونيجي نكتب له هونه given from noya وبس والله عليان بيجي بيشوف الهدية يا سلام نويان والله كريم وهيك بيجي بيكسر هذه البلوكة وراح لاتقي العكس تفعل تين تي ويتفجر عليه المكان. وبالنهاية بيكتشف اني عملت فيه مقلب وهيك بس لما يجي يتطلح يشوف فيه بيجي بيكسره بيشوف فيه هدية فايب. فهي هدية ومقلب بنفس الوقت. فحبنا هيك يعني نرحل فيه بالسيربر بطريقة مقلبية شو مقلبية انا شو عم بخبص? المهم يعني حبنا نرحل فيه بالسيربر اه بشغل مقالب وحركات يعني. وبالنهاية نعطي هدية جميلة فايب. بس والله يا شباب ونرسلنا نهاية المكتع يعطيكم الف عافية على المشاهدة ما قصرته والله. اتمنى اللي مو مشترك في القناة يشترك واللي مو حط لايك وحط لايك. ولا حابين حلقات اخرى من سيربر بايبر كرفت. اتمنى ما تقصروا في الدعم. رابط قناة حمز راح تلاقوها تحت في الوصف الكل يشترك عنده وصلوا ثلاثمائة مشترك. وبس والله في امان الله مع السلامة.